السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا أولاد سوف نكون بشرح درس زيارة ومفاجأة الدرس القراءة الأول من دروس اللغة العربية للصف السادس الابتدائي معاكده يا أولاد طبعا الوحدة الأولى أو الوحدة الثالثة التي سوف نتحدث عنها في هذا في هذا الفيديو هي بعنوان القبعات البيضاء بعنوان القبعات البيضاء أولا يا أولاد عندي في الدرس يتحدث أو الدرس اللغة الزيارة ومفاجأة معاكده الدرس يتحدث عن فتاة تزور أصدقائها بالذهاب إلى مستشفى 57 وتقوم في هذا الأمر بأخص بعض الهدايا لأصحابها وتتفاجأ وهي تزور هذا المستشفى وهي تلف في بعض فناءات في بعض فناءات أو حجرات المستشفى تجد صديقة لها من صديقة لها كانت معها في المدرسة المدرسة ودار بينهما حوار كبير طيب سوف نقوم بقى إن شاء الله معنا كلا في الدرس على الشاشة التي أمامك ونقوم بشرح معاني الكلمات ونضع الأسئلة فهي نصب إلى الدرس أولا نقرأ ركز معي فكرات الدرس زيارة ومفاجأة جلست مريم مع أصدقائها في المدرسة وقالت لهم إنها سوف تقوم بزيارة إلى المستشفى 57 مع والديها يوم الخميس القادم لأنه عطلة رسمية وسوف تأخذ معها بعض الهدايا للأطفال وعرضت عليهم الفكرة فرحبوا بها جميعا واقترحوا أن يقوم كل واحد منهم بزيارة مماثلة على مدى الأسابيع السلاسة القادمة في صباح يوم الخميس توجهت مريم في صحبة والديها ومعها بعض الهدايا إلى المستشفى الذي وجدته غاية في الجمال والنظام الطرقات واسعة نظيف ونظيفة المكان هادئ تماما حجرات المرضى الزجاجية مجهزة حجرات المرضى الزجاجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية طيب هذه الفكرة أولا كده معي في معاني الكلمات التي أمامك في الدرس بقولي أول حاجة جلست تمام مضادها وقفت مضاد جلست وقفت مريم مع أصدقائها مفرد أصدقائها صديق معي أصدقائها مفرد أصدقائها صديق في المدرسة جمع المدرسة المدارس مع أصدقائها في المدرسة وقالت لهم أنها سوف تقوم بزيارة إلى مستشفى 57 مع والديها يوم الخميس القادم اللي هو المقبل الخميس القادم مقبل طب لماذا سوف تذهب مريم إلى يوم الخميس بالتحليد؟ طبعا لأن هذا اليوم أنه عطلة رسمية يعني عطلة إجازة معنى عطلة يعني إجازة عطلة رسمية وسوف تأخذ معها بعض الهدايا للأطفال وعرضت عليهم الفكرة فرحبوا بها جميعا واقترحوا أن يقوم كل واحد منهم طيب نركز كده أولاد في العلفاظ اللي احنا دايما بنقع فيها يجي لي كلمة بعد لفظة كل أو بعض أو جميع نترك إلى بعض المعلومات النحوية في ذلك المقام فنقول إلى لفظة كل أي اسم وقع بعد لفظة كل يعرب مضاف إليه طبعا المضاف إليه إما يكون مجرور بليه بالكسر أو مجرور بليه على حسب نوع الكلمة التي بعد لفظة كل فقل هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره إليه الكسر تمام كل واحد منهم بزيارة مماثلة يعني مماثلة مشابهة لهذا ليه الأمر مشابهة طيب على مدى الأسابيع السلاسة مدى يعني أثناء الأسابيع السلاسة وجمع مدى أمداء الأسابيع السلاسة القادمة في صباح يوم الخميس توجهت توجهت يعني ذهبت والمضاف عادت مريم في صحبة والديها أي برفقة والديها ومعها بعض الهدايا إلى المستشفى نفس النظام كلمة لفظة بعض وقل مش الهدايا إلى المستشفى الذي وجدته غاية أي منتهى في الجمال والنظام طيب مضاد النظام الفوضى نركز ونخلي بالنها من هذه الكلمات مضاد النظام الفوضى الطرقات واسعة ونظيف الطرقات مفردها ليه الطرقة تمام الطرقات مفردها الطرقة واسعة ونظيفة المكان هادئ تماما حجرات المرضى الزجاجية مجهزة أي معدة بأحدث الأجهزة الطبية طيب معايا كده في كلمات الجدول اللي معانا أولاد نراجع مع بعض كده القادم المقبل زي ما احنا عرفنا والمضاد الماضي طيب بعد كده عطلة إجازة والمضاد عمل بعد كده مماثلة يعني مشابهة ومضاد مختلفة ومدى طوال أو أثناء الأسبوع السلاسة زي ما عرفنا توجهت معناها ذهبت أو قصدت عادت والمضاد عادت غاية لهو منتهى والبداية والمضاد بداية مجهزة يعني معدة أصدقاء مضادها أعداء طبعا صديق أصدقاء الأسبوع الأسابيع مستشفى مستشفيات عطلة عطلات المريض المرضى الطرق الطرقات الفكرة الفكر مدى أمداء زي ما احنا تحدثنا عنها طيب نضع بعض الأسئلة كده نشوف متى ستزور مريم المستشفى طبعا إلى المستشفى مع أولاد يوم الخميس المقبل أو القادم يعني خلي بالنا يا أولاد من هذه الكلمات عشان المعاد بالذات يوم الخميس تمام ومع من مع والديه نركز مع مين مع والديه طيب تمام بعد كده ماذا ستأخذ مريم مريم معها سوف تأخذ بعض الهدايا سوف تأخذ مريم بعض الهدايا بعض الهدايا سوف تأخذ بعض الهدايا نركز مع بعضنا للأطفال كيف وجدت مريم المكان شوف لما ذهبت مريم إلى ذلك المستشفى وجدته الذي وجدته غاية في الجمال والنظام دي واحد اتنين الطرقات نركز نراكم كده عشان نعرف ايه نشتغل الطرقات واسعة نظيفة المكان هادئ دي ترقم ثلاثة المكان هادئ تمام حجرات المرضى الزجاجية مجهزة بأحدث الأجهزة دي رقم اربعة مجهزة بأحدث الأجهزة طيب دي كيف وجدت مريم المكان تمام طيب ننتقل بعد ذلك إلى الفقرة الثانية طيب كانت مريم تتنقل بين ردهات المستشفى كانت تتنقل بين ردهات المستشفى تزور الأطفال المرضى وتعطي وكانت تعطي هدية لكل مريض تدخل حجرته تسأل عن أحواله وتمنحه ابتسامة لعلها تخفف مما يشعر به من الآن من آلام وتعب وفجأة لمحت مريم من خلف الزجاج مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها وقد ضمت رقبتيها إلى أسفل زقنها متطلعة متطلعة إلى جدران حجرتها في المستشفى في شروط لم تصدق مريم عينيها إنها فاطمة زميلتها في المدرسة منذ العام الماضي والتي كانت مريم تعتقد أنها انتقلت إلى مدرسة أخرى فهي لم ترها منذ بداية الدراسة طيب معاك ردهات 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 يعني مفردها ردها مفردها ردها والليه الصالات بتاعت المستشفى تزور الأطفال المرضى وكانت تعطي أي تمنح هدية جمع هديات وهدايا لكل مريض تدخل حجرته جمع حجرة حجرات تسأل عن أحواله وتمنحه أي تعطيه والنمضاد تأخذ منه أو تمنحه ابتسامه أي فرحة لعلها تخفف مما يشعر به من آلام وتعب يشعر يعني يحس والمضاد يتألم طيب من آلام وتعب مفرد آلام ألم ماشي وتعب يعني عناء وفجأة أي على غير توقع لمحت أي طبعا لمحت فتاة رأت مليم من خلف الزجاج مريضة جالسة في هدوء مضاد هدوء شرود فوق سريرها جمع سرير سرر وأسر وقد ضمت وقد ضمت طبعا أي جمعت والمضاد فرقت ركبتيها لأسفل زقنها متطلعة يعني كلمة متطلعة يعني ناظرة معنى متطلعة يعني ناظرة متطلعة يعني ناظرة إلى جدران حجرتها في المستشفى في شروط عدم تركيز والمضاد تركيز لم تصدق مريم عينيه إنها فاطمة زميلتها في المدرسة منذ العام الماضي والتي كانت مريم تعتقد أي تظن المراد تظن أنها انتقلت إلى مدرسة أخرى جمع أخر أخر وأخريات فهي لم تراها منذ بداية الدراسة بداية مضاد نهاية طيب هنا عندي في الكلمات كده نركز بقى كده معنا ردها طرقات واسعة والمفردها ردها وتمنحه تعطيه والمضاد تحرمه تمنحه ابتسامه تبتسم له والمضاد تعبس طيب يشعر يعني يحس والمضاد يتبلد لمحت رأت والمضاد عميت ضمت جمعة والمضاد فرقت متطلعة أي ناظرة وشرود عدم تركيز والمضاد تركيز تعتقد تظن والمضاد تتأكد طيب جمع حال أحوال وألم آلام والسرير أسرة وسرر زقن أزقان جدار جدران زميلة زميلات العام الأعوام ديت بعض الكلمات والجموع التي تعرضنا لها في شرح هذه الفقرة طيب بعض الأسئلة يقول لي أين كانت تتنقل مريم كانت تتنقل مريم وماذا أعطت لكل مريض طيب هنا كانت تتنقل مريم هنا يا أولاد زمنا عارفين كانت تتنقل بين ردهات المستشفى وتزور الأطفال المرضى طيب وكانت تعطي هذه لكل مريض تدخل حجرته طيب بعد كده يا أولاد السؤال اللي بعد كده ماذا لمحت مريم ماذا لمحت مريم لمحت يا أولاد عندي وفجأة لمحت مريم من خلف الزجاج مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها وقد ضمت رقبتيها إلى أسفل زقنها متطلعة إلى جدران حجرتها تمام في المستشفى في شروط طيب لماذا لم تصدق عينيها لأنها رأت زميلتها في المدرسة منذ العام لأنها رأت صديقتها فاطمة في المدرسة منذ العام الماضي ما علاقة فاطمة بمريم التي كانت زميلتها في المدرسة في العام الماضي ولم تراها منذ بداية الدراسة خلاص طيب دية الجزعية أو الفقرة الثانية ننتقل إلى الفقرة الثالثة فتحت مريم باب الحجرة بهدوء قائلة فاطمة صديقتي فاطمة العزيزة لم أتوقع أن أراك هنا كيف حالك منذ متى وأنت هنا رفعت المريضة رأسها ناحية الصوت وهبت من سريرها واقفة من؟ مريم مريم في تعجب ودار بينهما حوار ممتد بدأته فاطمة نخلي باننا بقى من الحجرة دي بدأته فاطمة بقولها أحمد الله على ما أنا فيه وختمته نركز وختمته مريم بإيه بقولها سأزورك الأسبوع القادم سأزورك الأسبوع القادم إن شاء الله طيب فتحت مضادها أغلقت مريم باب جمع باب أبواب الحجرة حجرة ما إحنا هدوء بهدوء يعني شرود وعدم تركيز قائلة فاطمة صديقتي مضاد صديقتي عدوتي العزيزة جمع العزيزة العزيزة لم أتوقع لم إيه لم أتوقع أي أنتظر حدوثه حاجة إيه إيه أتوقع أن أراك هنا كيف حالك منذ متى وأنت هنا أنت من إمتى هنا رفعت المريضة رأسها جمع رأس رؤوس وعروس ناحية أي اتجاه الصوت جمع الصوت الأصوات وهبت من سريرها واقفة هبت من إيه من سريرها واقفة اندفعت في نشاط وعزيمة واقفة من مريم مريم ودار بينهما حوار ممتد حديث ممتد طويل والمضاد قصير بدأته فاطمة بإيه أحمد الله على ما أنا فيه ومريم بقولها سأزور كل أسبوع القادم إن شاء الله طيب معايا كده في المعاني اللي احنا تفترقنا لي أتوقع أتنبأ ومضاد أفاجئ ناحية اتجاه هبت أسرعت والمضاد أبطعت اندفعت أسرعت والمضاد أبطعت حوار معناه حديث والمضاد صمت ممتد معناها طويل والمضاد قصير ستفي تمام ديت هنا هنتعرض إلى هذه الكلمة ماشي ستفي ستنجز ومضاد ستخلف طيب بداية بدايات رأس رؤوس ناحية نواحي حوار حوارات وعد وعود الدمع الدموع واقفة واقفات طيب هنقول بهدوء وماذا قالت صديقتي فاطمة العزيزة لم أتوقع أن أراك هنا بما بدأت فاطمة الحوار أحمد الله على ما أنا فيه وختمته سأزور كل أسبوع القادم إن شاء الله ماشي هذه الأسئلة التي نحن تعرضنا لها في هذه الفكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا